سفر التكوين الفصل الحادي والعشرون وافتقد الرب السارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابن في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه ودع إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق وخطنا إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه وقالت سارة قد صنع إلي الله ضحكا كل من يسمع يضحك لي وقالت من قال لإبراهيم سارة تردع بنين حتى ولدت ابن في شيخوخته فكبر الولد وفطما وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم في طام إسحاق ورأت سارة ابن هاجر المصري الذي ولدته لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع ولما فرغ الماء من القربى طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر موت الولد فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام وناد ملاك الله هاجر من السماء وقالا لها ما لك يا هاجر لا تخاف لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قوم احمل الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقط الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو راميا قوس وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفي كل رئيس جيشه كلم إبراهيم قائليني الله معك في كل ما أنت صانع فالآن احلف لي بالله هاهنا أنك لا تغدر بي ولا بنسل وذريتي كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها فقال إبراهيم أنا أحلف وعاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك فقال أبي مالك لم أعلم من فعل هذا الأمر أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك فقطعا كلاهما ميساقا وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها فقال أبي مالك لإبراهيم ما هي هذه السبع النعاج التي أقمتها وحدها فقال إنك سبع نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذا البئر لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع لأنهما هناك حلفا كلاهما فقطعا ميساقا في بئر سبع ثم قام أبي مالك وفي كول رئيس جيشه ورجعا إلى أرض الفلسطينيين وغرس إبراهيم أسلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر